السلام عليكم مرحبا بكم مشاهدين الكرام في فيديو جديد في فيديو اليوم دعونا نتعرف على موعد مباراة الوداد والهلال في البطولة العربية 2023 قبل البدء لا تنسوا الصلاة على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم والإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد يستضيف ملعب مدينة الأمير سلطان بعبدالعزيز الرياضية قمة قوية بين الهلال والوداد ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات البطولة العربية 2023 تعاد لنادي الهلال مع أهلي طرابلس في المباراة الأول وخسر من السد في الثانية ليقبع في قاع المجموعة الثانية في كأس العرب للأنديات 2023 برصيد نقطة واحدة أما نادي الوداد فقد تعادل في مبارتيه بالجولتين الأولى والثانية ليحتل المركز الثانية في جدول الترتيب برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن أهلي طرابلس مجموعة الهلال والوداد معقدة في حسابات التأهل للدور الثاني لكل فريق ولد جميع الفرق فرصة في التأهل ففيما يخص الهلال يحتاج للفوز بنتيجة كبيرة وفي هذه الحالة سيتأهل أي كانت نتيجة المباراة الأخرى أما الوداد والرياضي فقد يكفيه للتعادل فقط في حال تعادل للسد مع أهلي طرابلس وفيما يلي نتعرف على موعد مباراة الهلال والوداد في الجولة الثالثة من مجموعات البطولة العربية 2023 والقنوات النقلة ماذا موعد مباراة الهلال والوداد في البطولة العربية 2023 موعد مباراة الهلال والوداد في الجولة الثالثة من مجموعات كأس الملك سلمان للأنديات هو اليوم الأربعاء 2 غش 2023 ومن المقرر أن يطلق الحكم صافرة بداية المباراة المنتهرة بين الفريقين في تمام الثانية وهرا بتوقيت المغرب الساعة الرابعة العصرا بتوقيت السعودية ما هي القنوات النقلة لباراة الهلال والوداد في البطولة العربية 2023 أعلمت قنوات واسس الرياضية السعودية أنها الناقل الحصري لكاس الملك سلمان للأنديات في الوطن العربي وستذاع مباراة الهلال والوداد عبر شاشتها ما هي توقعاتكم لنتيجة مباراة الوداد ضد نظير الهلال الثريق في الجولة الثالثة من كاس الملك سلمان للأنديات العربية البطلة نرجو أن تتركوا ذلك في التعليقات أسفل الفيديو إذا أعجبكم محتوى هذا الفيديو لا تدخلوا علينا بإعجاباتكم وتعليقاتكم المشجعة وتنسوا متابعة قناتنا لمزيد من الأخبار الرياضية يمكنكم في أي وقت اقتراح مضيع ترغبون مشاهدتها على القناة شكرا لكم وإلى فيديو قادم إن شاء الله